تفضل يا سيادة المعمم حيدر الربعي السلام عليكم وعليك السلام تفضل بالنسبة الى صلاة البطور انتم يا وليد اسماعيل انتم خالفين كتبكم طب يا الله هذا صحيح مسلم حديث تبع مية وخمسة صبحة مية واثنين وخمسين مجلد الثاني يقول خطب بنا ابن عباس يوما بعد العصر حتى غربت الشمس فبدت النجوم وجعل الناس يقولون الصلاة الصلاة قال فجاء رجل من بني تميم لا يفتر ولا ينثني الصلاة الصلاة فقال ابن عباس اتعلمون السنة لا ام لك يعني شكت الصير من تطلع النجوم خلصت كلامك خلصت كلامك لا عندي بعض ادلة بس يلا عندي بعض ادلة واحدة واحدة الان نحن نتكلم عن وقت صلاة المغرب تمام اما وقت صلاة المغرب من المغرب الى العشاء ده امر اخر فهذا امر اخر الان نحن نتكلم عن متى صلاة المغرب يعني متى يحين وقت صلاة المغرب متى اذان المغرب يعني انت عايز تقول دلوقتي ابن عباس يقول ان اذان المغرب اذان المغرب هم ما بيقولونه في الهنة اذان المغرب والله الصلاة الصلاة يا باشا انت انا منيش دعب فهمك انت انا بسألك على فهمك انت دي النقطة الاول النقطة التانية النقطة التانية اذا كان اساسا صلاة المغرب مع تشبك النجوم اللي انت فهمتو خرطة من الرواية لماذا سمي المغرب طب بعلمك انت كده لماذا سمي المغرب المغرب مو فقط سقوط الشمس وقرص الشمسية وتبعاتها يا باشا دلوقتي سقط كرص الشمس خلاص وذهبت الحمرة المغربية يبقى فين مغرب حيكلم صيني بقى بالله عليك يا سيدة المعمم لما ما تفهم حاجة اقول لنا واحنا نفهمك الله يبارك في عمرك اقول لنا واحنا نفهمك الله يبارك في عمرك تمام دي النقطة الاولى النقطة التانية حسب فهمك انت لكلام ابن عباس ان صلاة المغرب تصلى حين اشتباك النجوم صحي كذلك اقول اصطور النجوم ما هي اشتباك النجوم حتى بدت النجوم يا عم حتى بدت النجوم يا عم حتى بدت النجوم ابن عباس قال كذلك ومعصومة قال ملعون 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 بنصلى ايه تعالى كذلك نشوف الروايك يتقول ايه بيقول ايه هاد لي كدلك الشاشة معielt没有 يا محمد بقول ايه وقال الصادق عليه السلام في كتاب ما اللي يحذر الفقية ملعوم ملعوم من اخر مغرب طلبا لفضلها وقيل له ان اهل العراق يؤخرون المغرب حتى تشتبك النجوم فقال هذا من عمل عدو الله ابي الخطاب ها